السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم معنا. إخواني في هذا الفيديو الجديد للمنطخب الوطني المغربي ولقاء ليبيريا اللي عدد قام يوم 17 أكتوبر على أرضية ملعب أدرير بمدينة أغاذي اللقاء سيكون مشوقة بين النقبة الوطنية والنقبة الليبيرية بطبع لقاء كبير عجيب من المنطخب الوطني المغربي والمنطخب ليبيريا وقابلة كبيرة عددكم من الطرفين بين المنطخب الوطني المغربي ومنطخب ليبيريا إذن هيا بنا عدد تعرف على التشكيلة الأساسية والإحتياطية للمنطخب الوطني المحتملة لمواجهة منتخب ليبيريا اللي عايشي معي ويلعب مقابلة كبيرة بطبيعة الحال ويحاول يستفد من المنطخب الوطني المغربي رابع العالم صعب جداً باش ليبيريا يجبر شي مقابلة بحال هذه فرصة ديها لا تستعد من تصفير كأس العالم بها بطبيعة الحال مقابلة كبيرة بين المنطخب الوطني المغربي ومنطخب ليبيريا مقابلة قوية والحجم بطبيعة الحال مقابلة جيدت قوية بين المنطخب الوطني المغربي والمنطخب الليبيري بطبيعة الحال مقابلة جيدت قوية بدأوا بتشكيلة ديها بمونير المحمدي حارس الوحدة السعودي من الحراس الجيدين صراحة حارس كبير ديها فريق الوحدة السعودي من الحراس الكبار صراحة في العالم حارس كبير صراحة تكون إسباني 34 عام من خيرة الحراس من طرس الرافعلي ومونير المحمدي عملاق من الدوري الإسباني والتركي والدوري السعودي فريق الوحدة السعودي يونس عبد الحميد 35 أو 36 عام لعب البطولة الفرنسية قلب الدفاع من خيرة اللعب المنطقب الوطني لا يستفيد من خدمات من خيرة اللعب المنطقب الوطني ممكن أن يكون هذا الثاني مرة كيف يدعوى الكوتش والد لاعب كبيرا يونس عبد الحميد اسمه راسح داخل أصور المنطقب الوطني المغربي كبير هذا نيف أكريد لاعب ويستهم الخير المدافع الليجيني في العالم لاعب ويستهم المقابلة الأخيرة بدأ المستوى يقصي شوية ولكن ماشي مشكلة قادر قادر نيف أكريد يتشجع المستوى دياله ويرجع المستوى ويرجع نيف أكريد كنا نعرفه مقابلة الليبيرية ويوم وخالص كنت ديور أن هذا الوقت المناسب يرجع المستوى دياله يمكن أن يعمل أشرف حاكمي لعب باريسان جرمال فرنسي اللي يبقى بالنسبة لي للي أنا أفضل ظاهر في العالم بطبيعة حال بدون أي نقطة شك لاعب صراحة قيمة كبيرة اللي هو أشرف حاكمي من العالم المنتزي لداخل المنظومة وداخل الملتخب الوطني الوغريبي لاعب كبير صراحة أشرف حاكمي عنده تكون إسبانيا وخرج مدرسة الريال مدريد الظاهي الأيصر ممكن نعمله ناصر المزرهوي بطبيعة لعب صراحة س Busan لعب صراحة تكون لعب صراحة اللاعب صراحة اشترك تكون مداره كاملة بصراحة في المستوى الكبير نمشيون الآن خط وسط الميدانة نبدأ باللاعب آمين ريسا ريسون لاعب البطولة الفرنسية 21 عام من اللاعب المرموقين بطبيعة الحال داخل المنتخب آمين ريسا ريسون بصراحة باللاعب الليبرجو في المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال والآن في المنتخب الوطني الثاني مرة كنت توجهد الدعاء وبعد لائحة شوتمبر وفي لائحة شوتمبر كان عنده حد أنه لعب شيئا من المقابلة بوركي نفسه إذا كيبقى أمين ريسا ريسون من اللاعب المزياني داخل المنظومة أمشي عند عز الدين أناحي لعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي كذلك صراحة سملكي غابل المنتخب كيخليوا أحد المكان كبير في الغياب الهربطان حشنا مقابلة بوركي نفسه كان حاضر في طريقة مزيانة صراحة عمل مجهودة كبيرة عز الدين أناحي في مارسيليا الفرنسي لاعب سملك ciوتي من القيامة كبيرة اللي هو عز الدين أناحي今天 لعب كبير صراحة لعب في المستوى الكبير أناحي العز الدين في 23 عام بالطبيعة نعم عن سلم كبتنا لاعب في سلم كبتنا باعب لبعطنسيات لاعب صراحة من خيرة اللاعب الذيُ عندَ المنتخب الوطني المغربي جукиرتك على يعني عنصر داخل المنظومة المغربية محيبي وداخل المنتخب الوطني المغربي مستrangح قيمة كبيرة إ medical assistant اسماعيل السيباري لعب PSB عندهوبن الغولندي لعب جيد صراحة من اللاعب الجيدي اسماعيل السيباري اللي عنده قدرني عشرين عام دون تكوين البرجيكي لعب صراحة ممكن اضافة المنتخب الوطني المغربي والثالث مرة توجه لدعوة من المنتخب الوطني المغربي لعب صراحة برزف كأس إفريقيا قل من ثلاثة عشرين عام أعطي روان أفضل ثاني لعب في المنتخب الأولى في بعض عبد الصامة الزلزولي يبقى السيباري من خائرة اللاعب اللي عند المنتخب الوطني المغربي هناك براهيم صالح لاعب رين الفرنسي واحد وعشرين عام لاعب اللي صراحة لعب كرأس حاربة في المنتخب الأولى وطني أوليمبي ولكنه كدلك عنده وظيفة أخرى كجينح أيصر بطبيعة الحال يبقى اسم ديالوسات تعب طبيعة الحال داخل المنتخبات الوطنية ممكن يكون في المنتخب القريب حاليا في المنتخب الوطني كان لدي الثالث مرة كيوز دعوة صراحة إن قدروا نقولوا أنه باقي ما فردش الاسم دياله بطبيعة الحال وهناك في رأس الحاربة يوسف النصيري لعب إيش بي ديال إسباني يبقى وحد الاسم كبير صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي لعب صراحة اللي وحد دربة الرأسية لا تتخيلها كيف تعدوا لعب لدربة الرأسية دياله صراحة اللي واللعب يوسف النصيري لعب من قيمة كبيرة صراحة اللي ويوسف النصيري لعب كبير صراحة يوسف النصيري لعب بطولة الإسبانية بتطفق سيبية الإسباني إذى يوسف النصيري لعبين مزيانين وخمسة اللاعب الاحتياطين من يمكن يدخلوا أثناء اللي قائم الكبير عبدالله جعب غريب لاعب مستقبل إسباني علينا أن نضع ما وتحدثه اصبحت مغربي ومن خرص لعب داخل للمنظومة وداخل المنظمه وداخل الوطن المغربي لاعب صراحة قوي ولا إلي من اللاعب الأقوياء داخل المنظومه وداخل المنظمه وداخل الوطني المغربي لايب صراحة لاعب بفرق لعب قوى صراحة لعب قوي صراحة لعب كثير لعب صراحة لعب ضهور وعب وثير لعب لم يكن سهلا لكم نحن عرفنا صراحة الانسان كسار هو ايوب العلو تشتغل بزاف عيط له الان هو داخل الاجواء المنتخب الوطني امين حارث لعب اولمبيك مارسيديا صح امين حارث مع رجوع ديور مدئسة باخر يفتلك الامكانية الكبيرة صراحة ولكن ممكن يبينها في هذا المقابلة ديال ليبيريا اللي كانت في المظموم كتب المقابلة الساهلة بطبيعة الحال امين حارث لعنده من خمسة وعوشين حساس ستا وعوشين عام لعب صراحة اني عنده تكوين فرنسي اللعب الجيد ممكن يكون المنتخب الوطني ومشارك موديل 2018 بالروسيا هو لعب امين عدلي لعب باير ليبيركوزن الالماني امين عدلي بطبيعة الحال الثلاثة وعوشين عام اللعبين مزيانين داخل المنظور بطبيعة الحال شوفنا في اللقاء بوركي نفسوا بنا على امكانية رائعة وكان هو صاحب الاسيست اللي اعطى الهدف الاول بطبيعة الحال للمنتخب الوطني المغربي اللي اعطى الان عستين ونحي شجر الهدف بطبيعة الحال واحد تقصى وثلاثين نفسنا على المنتخب البركي نبي باصابة واحدة لصف وراك ايوب الكعبي مدلي بصف ليوناني بداية الموسم هذا ايد ايوب الكعبي فارق المدلي بصف ليوناني شيء جيد ايوب الكعبي رائعة في الموسمي باقب بطبيعة هدف الايومي كمميز مدهوب الست فينا فارق هي في البطغة الذهب المنتخب الوطني المغربي بطبع الحال ايوب الكعبي لعب جميل اه ممكن يكون قسم الخيرة اللاعبين لان ايوب الكعبي صراحة كان باب اداء كبير مع المنتخب المحلي في احد الايام وكذلك شارك مع نقمو داد الفين وثمانتاش في حال وحال امين حارث اذا لاعبين صراحة مؤثرين داخل المجموع وداخل المنتخب الوطني المغربي اللاعبين هذو اللي ممكن امنوا في تشكيله لليبيريا صراحة من لاعبين الكبار دي المنتخب الوطني المغربي المنتخب ليبيريا مش دقي المنتخب ليش شكل علينا خطورة كبيرة واخذ نطيعها الحق لانو منتخب ليبيريا منتخب عادي جدا مبقاش منتخبات سهلي في إفراقيا أو في العالم كامل ولكن كي يبقى منتخب الليبيري ليس بالمنتخب الصعب طبعا تشيل لكينا شكرا لمتابعة لكم